صباح الخير مرحبا بك معنا صباح الخير مشاهدينا في عدد اليوم من نهاركم صحة سنتحدث عن الأخطار التي يسببها الاستعمال المكثف للهاتف النقال وكذلك المضاعفات الصحية على صحة الإنسان نشاهد هذا الفتير ثم نعود للمناقشة مع البروفيسور التحدث لأكثر من 15 ساعة في الهاتف شهريا أي ما يعادل 30 دقيقة يوميا يزيد من نسب الإصابة بسرطان المخ هو ما كشفت عليه دراسة فرنسية أقيمت على 500 مريض مصاب ورم في المخ وكشفت العلاقة المرتبطة بين مرضهم والحديث المطول في الهاتف النقال فكم يقضي الجزائري من الوقت في الهاتف النقال يوميا مع المرض نحضر معاش باع شوائع كما ينحضر معاش شوائع يبقى بابا ثلاثة شوائع هو الخبز ديري نخدم ديرك تعادي نجيب خمس سوائع نحضر ساعة ونزد سوائع من ذاك إنا نحضر السماعات عند استعمال الهاتف النقال أمر غير شائع في الوقت الذي ينصح الأطباء بذلك للتقليل من خطورة التعرض للموجات التي تتسبب في ظهور الورم الاستغناء عن الهاتف النقال بات من المستحيلات لكن التقيل من الاستعمال المكتف له أمر يفرض نفسه لتجنب الآثار السلبية على خلايا المخ على المدى الطويل إذن كما شاهدنا في هذه الدراسة فالاستعمال المكتف للهاتف النقال أكثر من 30 دقيقة يومياً يؤثر على صحة المخ خلايا المخ نمكيب خوفيسور ما رأيكم في هذه الدراسة؟ ليس غير هذه الدراسة كان دراسات في العالم في بلدان كثيرة وين هدروا وداروا على ألاف من المصابين المصابين بالدعاء في الدماغ أو في الجسم كله لأن الهاتف المحمول نهضره بعد على الزنتين تاع الجياماس الهاتف ليس نهضره به ممكن نحطوه في الأجياب أو نحطوه قدامنا يمد وماذا يمد؟ يمد الموجات الموجات للكهراء معناطسية هذو هما اللي يهلكوا بالنسبة للحديث في الهاتف النقال يعني انت حدثوا أولا بالنسبة للحديث في الهاتف النقال ثم انت حدثوا على كمانا نستعمله يكون مقدامنا بالنسبة للحديث يقولوا أعطوه مدة في 30 دقيقة يعني ابتداء من 30 دقيقة يبدأ التأثير السلبي على الخلايا؟ أقل عشر دقائق قل خمس دقائق يوميا يوميا مدة أربع سنوات عشر دقائق مجمولة يوميا أم عشر دقائق متفرقة 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 تؤثر تؤثر على الجسم كله الجسم كله لا نبدأ لكن نتحدث معكم أنا كأخي الصائف لأمراض الأذن والحنج وراء على الأذن الأذن السمع ينقص كثير كثير من هذه الموجات التي يمدها الهاتف النقال هذا على السمع نعم والسمع كيف يؤثر فيها الموجات هذه؟ يؤثر أولا في الأذن الداخلية على الخلايا السمع في القوقعة ومن بعد أن هذه الخلايا يمدوا العصب السمعي تأثير فيه ويمدوا حتى ديتومير لنورينام الأكوستيك أورا في المستوى الأذن ومن هذا العصب السمعي يروح للمركز السمعي يعني تأثيرات على مختلف المستويات الداخلية المستويات وهو بصفة عامة هذه الموجات يأثروا بل بزاف على الدماغ على الخلايا النورون الخلايا العصبية ثم هذه وهذا يعني السمع هو ينقص هو نقص صحيح المشكل الكبير هو الأورام الأورام في الدماغ ربما تتحول إلى سارطان ليجليام ليجليام ثمانين في المئة يعني الحصيات اللي داروها كامل العمل اللي داروها وكل المختصين صابوا باللي يقدر يمد ثمانين في المئة كنسير يعني نشوفوا الخطورة خطورة خطورة طب ياناك بخواف نشوفوا برك مجموعة من الصور لها علاقة بموضوعنا ونعلق عليها إذن بالنسبة للصورة الأولى هناك كثير من الأشخاص يحسونها بصداع في الرأس ولكن لا يربطون هذا الصداع المزمن نقدر نقوله بالهاتف نقال هل هناك علاقة مباشرة بين استعمال الهاتف والصداع المزمن الذي يعني منه الكثير هذه ما فيش كلام هذا لأن قلنا هذه الموجات تأثر على الخلايا العصبية والدماغ الدماغ فيه المخدوم بالنورون هذا الخلايا العصبية دونك هذو كل الموجات يروحوا لكل مضرب يمدوا لك يمدوا لك الوران يمدوا لك الصداع يمدوا لك يمدوا لك أي حاجة لي تمشي في الدماغ يجع خيب بيان دونك بنسبة للصورة الثانية إذن هناك يعني من يحبيد استعمال السماعات هل استعمال السماعات يخفف من هذا الضرر للهاتف النقال على الاستعمال المباشر؟ يخفف من جهة يخفف ومن جهة آخرى للسمع نهدر للسمع نعم كي تديري فيه ودنك الموجات هذيك كي الموجات لتع السمع الحس البروي الحس هذك يروح للخلايا السمعية للخلايا السمعية خاصة هنا غير الخلايا السمعية هذا الحس هذك يقدر يتسبب في فقدان نقص في السماع يعني الحل استعمال السماعات بدرجة يعني الصوت يكون منخفض؟ لا هو هني نقول لك كل يديه عنده الوالكمان الوالكمان في الوزن الوسطى البروي يروح يروح للخلايا يزيدها يروح للخلايا السمعية يزيدها لذلك عندنا زوج تأثيرين على مستويين نشوف بركس وراء اللي بعدها يعني الأشخاص كثير يرقدوا يخلوا قدامهم الهاتف النقالة ما هو تأثير أثناء يعني الهاتف النقال ما هو تأثيره عند النوم عند لماشي النوم يعني يعني يخليوا قدامهم قدامهم في العمل في أي يديروا في الجيب يحطوا مقابله هو المشكل أو راقد يعني يحطوا قدامهم ثانيا ثانيا الخطر الكبير يدير الشارجر الشارجر يزيد الموجات يتقوّوا الأثر يكون سلبي وخطير يعني مستحسن إبعاده عندما يقول إبعاده بالأقل بالأقل متر يقول لك خمس مترات كديره أو كي قاعده هنا راقد بعده وكاين كذلك نقدر نحطوها أمو دافيون يعني خلال النوم فترة النوم هل هذا منصوح به والو لوي في لوي في لازم تغلقها جيد ما تخليهاش في النوم سورته في النوم خاصة في النوم أغلقي لوي في لوي في ما تخليهاش تمشي لأنها تمد عندها تأثيرات التأثيرات الموجات هما الموجات هما الخطر الكبير على الجسم كله نهضر على حواج أخرين نهضر على الكانسير في الدماء أو رميش يعني خاطرة ميكينا 80% هي خاطرة تحدثنا يعني على تأثيرات الصحية على خلايا الموخ على خلايا الأذن هل هناك تأثيرات صحية على مستويات أخرى من الجسم نعطي لك الأوتيزم توحد صعبو باللي التوحد يقدر يكون مددك الأيزايمر لأنها الأيزايمر يقص خلايا للنيرون وهذه كل هذه الموجات يروح لهذه لذلك لديك الأيزايمر العقم ربما العقم الفيرتليتي هذه هذه بحوث كثيرة لذا الموجات يروح لديان في الخلايا الإسبرماتوزويت هذو يروح يفتهم وعلى هذه كين لي ما ينجبوش ما ينجبوش الأولاد ما ينجبوش هذه من هذو الموجات تأثيرات تأثيرات هناك الأشخاص اللي يحطوا كذلك الهواتف النقالة في جيوبهم ربما هناك يقربوها كثيرا من كثير هذا كل وكين ما يشغل ذلك نحضر الهواتف تأثير الموجات بالأقل تكون 300 متر حول هذاك لكن في 300 متر هذو الناس اللي راهم يسكنوا ولي راهم يعملوا في هذاك المساحة تاعة 300 متر وين كين هذاك هذو كل يتقاسوا يتقاسوا كامل بمدة سنين ومدة هذاك يتقاسوا أنا نقول الحذر من هذو الناس هم يديروا في المساكن تاوحهم يقولوا لهم هاكم دراهم يخلصوهم بتأثير تأثير عليهم هما عليهم هما والمحيط كامل جيد نشوف بركة سورة لمراها بالنسبة لأطفال نشوف أنه استعمال كل هاتف النقال حتى عند الأطفال يعني الأطفال في الابتدائية ربما يزودوهم بهواتف نقالة هل خلايا الأطفال أكثر يعني تحسوسا من الخلايا هذه الثانية البحوث اللي سرعتوا كل شافوا بالأولاد الأطفال يتأثروا أكثر من الكبار لي ليش لأن الدماغ منتع الأولاد صغير الدماغ صغير والتأثير تعهد الأمواج دايما نرجع للأمواج تأثر أكثر عند الأطفال من الكبار يعني التأثير يكون مضاعف ربما من الصغر مضاعف موجود رسالة الأولياء ربما نقول لهم يعطي لهم يشير له هاتف نقال ويخليه يخدم به يعني ننصح الناس للأولياء يبدو بعده وميخليوش ممكن يعطي له شوية دقائق ويعس وما يخليه يعني يستعملوا مدة وكل يوم هذه اللي خاطرة وكل النساء الحوامل لأن هذه تفهموها الأذن في الحمل في الأسبوع الثامن تبدأ الأذن تتكون تتكون ثناش أسبوع خلاص تكونت لأن الحمل تدير الأم تدير في ضع لذلك وتحضر أو تدير فيبراسيون أو هذا يتحرك الجانين يتحرك لأن أدرك هي تستعمل الهاتف النقال وليه يقدر يقس جيد بالنسبة للموجات تحدثنا عليها قلنا هل يقدر يتأثر السمع يعني تنقص درجة السمع بالنسبة للأشخاص يكثر من استعمال هاتف النقال أين كان الموجات تأثر على السمع وهني يقول تأثر على الخلايا السمع على العصب السمعي وعلى المركز السمعي فهمت وكين حاجة أخرى اللي يتمدها لبردون ما لزاكوفا الحس اللي يسمعوه الناس ثاني البحوث علمت باللي هذه الموجات تأثر وتمد ويعودوا الناس يقول أنا 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 مريض وإذنه مريض حاجة ما مريض ويقول أنا عندي نسمع الحس في الليل بس كما كان الحس يسمع الضجيج هذا يعني هذا كله تأثير ومضعفة على الهواتف نقالة هواتف ولا البلوتوث البلوتوث ثاني كل ما له موجات كل ما له موجات تصدر عن ها ها الكترومانيتيك هذه كل تأثر تأثر على الجسم كله خيبنا يعطيك صاحب خوفيسوغ لهذه النصائح ندعو المشاهدين يبتعد تماما على قدر الإمكان على الهواتف النقالة نشكلكم على المتابعة نضرب لكم وعدنا الأسبوع المقبل مع موضوع جديد وعود لك هارون ترجمة نانسي قنقر